بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم أبناء الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أوريانت الإفتراضية نصل وإياكم أبناء الطلبة إلى الدرس الرابع والخمسون حيث أن أهم ما تحدثنا عنه في الدرس السابق هو أسئلة اختبار كانت قد تضمنت من الصفحة الحدي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أما بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم فإن أسئلة الاختبار مضمنة من الصفحة السابع عشر والثامن عشر والعشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين نبدأ بالزمرة الأولى وهي أجب بصح أو خطأ عن الأسئلة التالية تفيد دراسة علم النفس من الناحية النظرية في تعميق فهمنا للطبيعة الإنسانية طبعا الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة صح تفيدنا دراسة علم النفس من الناحية التطبيقية في المجال الأسري في الإجابة الصحيحة هي صح السؤال الثالث في المجال المدرسي تمكن دراسة علم النفس من بناء مناهج تعليمية تلائم النمو الحقلي للأطفال في الإجابة الصح أم خطأ؟ الإجابة خطأ وإنما في المجال في مجال المناهج التعليمية في مجال المناهج التعليمية تمكن دراسة علم النفس من بناء مناهج تعليمية تلائم النمو الحقلي للأطفال فالإجابة الصحيحة هي خطأ السؤال الثالث تفيد دراسة علم النفس العاملين في مجال الصحة النفسية في توجيه النشأ من خلال التربية المفتوعة الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة صح تفيدنا دراسة علم النفس العاملين في مجال الصحة النفسية في توجيه النشأ من خلال التربية المفتوعة فالإجابة الصحيحة هي أليف صح السؤال الخامس تفيد دراسة علم النفس العاملين في مجال الصحة النفسية في معرفة معايير النمو الطبيعية الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي خطأ تفيد دراسة علم النفس العاملين في مجال الصحة النفسية في معرفة معايير النمو الطبيعية هذا خطأ السؤال الثالث معرفة حقائق النمو في المراحل العمرية المختلفة تفيد رجال الأمن في معرفة دوافع الجريمة صح أم خطأ الإجابة الصحيحة هي ألف صح معرفة حقائق النمو في المراحل العمرية المختلفة تفيد رجال الأمن في معرفة دوافع الجريمة هل إجابة صحيحة؟ صح السؤال السابع تمكننا دراسة علم النفس من النحية النظرية في مراقبة وتوجيه نمو الأطفال قبل الميلاد وبعده؟ إجابة صحيحة بخطأ إذن إجابة صحيحة خطأ تمكننا دراسة علم النفس من الناحية النظرية من مراقبة وتوجيه نمو الأطفال قبل الميلاد وبعده؟ هذا يقوم من الناحية التطبيقية وليس من الناحية النظرية بالإجابة الصحيحة خطأ السؤال الثامن تمكننا دراسة علم النفس من الناحية النظرية من تحديد معايير عامة للنمو في كل مرحلة عمرية إجابة صح إذن الإجابة الصحيحة هي صح السؤال التاسع نتيجة أن يتجه النمو من الوسط إلى الأطراف فيحرك الطفل يديه قبل جسمه صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة خطأ يتجه النمو من الوسط إلى الأطراف فيحرك الطفل جسمه قبل يديه إذن إجابة الصحيحة هي خطأ السؤال العاشر لا يستطيع الطفل حديث الولادة التحكم في حركة أرجله بل هي حركة تلقائية إجابة صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي صح لا يستطيع الطفل حديث الولادة التحكم في حركة أرجله بل هي حركة تلقائية انحكاسية ننتقل إلى الزمرة الثانية وهي اختر الإجابة الصحيحة مما يلي من قوانين واحد من قوانين نمو الجسمي ألف يتجه النمو من الوسط إلى الأطراب باء يتجه النمو من الأعلى إلى الأسفل جيم كل ما سبق صحيح الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح من قوانين نمو الجسمي إذن يتجه النمو من الوسط إلى الأطراب ويتجه النمو من الأعلى إلى الأسفل في الإجابة الصحيحة جيم كل ما سبق صحيح السؤال الثاني يمكننا علم نفس النمو من فهم العلاقة بيننا وبين البيئة التي نعيش فيها ألف وذلك في المجال المدرسي با من الناحية النظرية جيم كل ما سبق خاطئ الإجابة الصحيحة هي با يمكننا علم النفس النمو من فهم العلاقة بيننا وبين البيئة التي نعيش فيها وذلك من الناحية النظرية فالإجابة الصحيحة با من الناحية النظرية السؤال الثالث نستطيع تقييم سلوكنا ونتوافق مع ما يحدث لنا من تغيرات جسمية عندما ندرك حقائق النمو من الناحية ألف التطبيقية با النظرية جيم الطبية الإجابة الصحيحة هي ألف التطبيقية نستطيع تقييم سلوكنا ونتوافق مع ما يحدث لنا من تغيرات جسمية وذلك عندما ندرك حقائق النمو من الناحية التطبيقية الإجابة الصحيحة ألف من الناحية التطبيقية السؤال الرابع الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح فدراسة علم نفس النمو في المجال المدرسي تمكننا من معرفة خصائص نمو الأطفال النفسية والجسمية وكذلك أيضا رعاية الأطفال وتوجيههم نحو السلوك السوي فالإجابة الصحيحة جيم كل ما سبق صحيح السؤال الخامس معرفة معايير النمو وحقائقه تمكن مسؤولين مؤسسات من ألف انتقاء العناصر المنتجة الفعالة باق تقليل الصعوبات التعليمية والمهنية جيم كل ما سبق خاطئ الإجابة الصحيحة هي ألف انتقاء العناصر المنتجة الفعالة فمعرفة معايير النمو وحقائقه تمكن مسؤولين مؤسسات من انتقاء العناصر المنتجة الفعالة السؤال السادس من العوامل التي تؤثر على النمو ألف المدرسة باق البيئة جيم كل ما سبق صحيح الإجابة الصحيحة هي باق البيئة من العوامل التي تؤثر على النمو البيئة الإجابة الصحيحة باق السؤال السابع من العوامل التي تؤثر على النمو النضج ألف النضج باق التعلم جيم كل ما سبق صحيح الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح فالعوامل التي تؤثر على النمو هي النضج والتعلم السؤال الثامن العوامل الوراثية هي عوامل ذاتية موجودة لدى الفرد ألف قبل ولادته باق منذ بداية حياته الرسمية جيم كل ما سبق صحيح الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح فالعوامل الوراثية هي عوامل ذاتية موجودة لدى الفرد قبل ولادته ومنذ بداية حياته الرسمية منذ لحظة التخصيب بين النطفة الذكرية والبويضة الأنثوية فالإجابة الصحيحة عجيب كل ما سبق صحيح السؤال التاسع تؤثر الوراثة على ألف عفوا السؤال التاسع تؤثر الوراثة على النمو ألف سلبا وإجابا بأ إجابا جيم سلبا الإجابة الصحيحة هي ألف تؤثر الوراثة على النمو سلبا وإجابا فكما نرث مستوى رفيع من الذكاء كذلك نكون عن طليل إصابة بالكثير من الأمراض وذلك من هذه الأمراض منها أمراض وراثية مثل العشة الليلة السكري إلى آخره السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة تشير قوانين الوراثة إلى أن ما نرثه هو مجموعة الإمكانيات التي تتضح فيما بعد إلى خصائص وراثية ألف تميز جنساً عن آخر بأ تميز بين الأفراد من الجنس الواحد جيم كل ما سبق صحيح إذن هذه ما نرثه من إمكانيات هو من جموعة الإمكانيات التي تتضح فيما بعد تتضح إلى خصائص وراثية تميز جنساً عن آخر تميز بين الأفراد من الجنس الواحد أو كل ما سبق صحيح الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح هذه الإمكانيات تتضح فيما بعد إلى خصائص وراثية تميز جنس عن آخر وتميز بين أفراد الجنس الواحد في الإجابة الصحيحة جيم ننتقل إلى الزمرة الأخيرة وهي عبارة عن صلم من المجموعة الأولى ما يناسبها من المجموعة الثانية ألف أفواً واحد السمات المتنحية واحد يقابلها جيم واحد يقابلها جيم السمات المتنحية قد تأتي من أجيال سابقة لا علم للجيل الحالي بها اثنان الاستعدادات المرضية تنقلها اثنان الاستعدادات المرضية اثنان تقابلها ألف اثنان تقابلها ألف الاستعدادات المرضية تنقلها جينات متنحية فكرة الثالثة تقاسيم الوجه وملامحه العامة ثلاثة يقابلها باء ثلاثة يقابلها باء تقاسيم الوجه وملامحه العامة سمات سائدة الفكرة الرابعة من العوامل الوراثية الفكرة الرابعة يقابلها هاء من العوامل الوراثية هاء التدريب الفكرة الخامسة من أهداف الوراثة الفكرة الخامسة يقابلها دال من أهداف الوراثة دال المحافظة على السلالة بهذا نصل وإياكم أبناء الطلبة إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم كل الفائدة وإلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله تمنيتي لكم بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته